السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديجو صمدي اليوم نشاء الله نقدم حلقة المهمة و مهمة بزاف وهي العلافة ديال الصغار الكثير ديال المربون إما محترفين إما ممتدئين يعانيهم من هذه المشكلة أن بحالة نتواس هكا منين كنحطوا معهم الصغار ديالهم كيمشوا العلافات ديالهم و كيبقوا يكلوا من العلافات سموك يطرى أن هاد الأمهات كيتضايقوا و كيبقوا يضربوا الصغار ديالهم أنا يا هدنهار هدنهار ان شاء الله نطرح عليكم واحد فكرة بسيطة اللي تقدروا تختموها بوحدكم انتوما شوفوا هاد الشكل ديال هاد العلافة شحل مزيان انتوما انتوما مفيش بزاف ديال الإبسور هنا يا غير واحد تقريبا نقول واحد خمسة سنتيمتر يعني أنه أنا غنوريكم هادا هو كي يكون منها انتوما لنفتح عليه لاحظوا أنه كي يكون بواحد طريقة لاحظوا أنهم كي بقوا يوسخوا فوق من الطاصة و الأكل ديالهم إلا كان بمصخ بحالة بحناية في هاد الجهانة كي نوحل العلافة أي دور يجيين و مع ذلك أنهم كي يوسخوا فيها و ما كي يبقوش الماكلة ديالهم كي تقشع جوني في حين أن هاد العلافة انتوما بسيطة وساهلة انتوما راني مفيكسيها في هاد الجهانة لنوريكم طريقة كيفاش يخدموه مثل هاد العلافة بأشياء بسيطة اللي عندكم في الدار ديالكم هي إما طويلة بهذا الشكل انتوما هاديرها طويلة بزر على حساب هادو كي نين العدد أكتر انتوما لاحظوا أنه كي يكون منها بواحد طريقة مزيانة انتوما ما كي طيحت حاجة و في نفس الوقت تقدرت هاد العلافة تعليوها بالدرجة اللي يبغيتوا يعني في هاد الكروشيات هادو اللي مخليهم دا بنوريكم الطريقة كيفاش اتعلوها بالدرجة اللي يبغيتوا اليكم الطريقة ان شاء الله اذا كما كتشوفوا معايا هاد العلافة هي عبارة عن زنكة عادية غي السر ديالها هو الطي يعني هاد الزنكة مش ملابد انكم غادي تشريوها او غادي تقوحة الصعوبات في الطي ديالها هاني غادي نوريكم الطريقة بسيطة كيفاش غادي اختويوها انتوما رهها علافة مخيرة شوشحال في هادي بالنسبة الاسبوع ديالي هانتوما شوشحال يعني وهاد العلافات قدروا تعليوها في النيفو اللي يبغيتوا يعني في هاد هاد الكروشيات هادو من الجنب ههنا انتوما هادو كتتعلقوها بطريقة سهلة غي كتتجول الكاج كتتحطوها كبوحة طريقة وكتتعلقوها اذا الادوات اللي غادي نخدموها بسيطة اي طاس بحال هاد الشكل هاده اما ديال القطي ديال الحليب مثلا لكي الناس ديال يستعملوا الحليب او او هذا بحال الفلومبو او السباغة اي طاس كان عندكم حالة طريقة هاد الجزء هاده هاد الجزء هاده غادي نحيدوه هاد الزنك هاده هي هاده هاد طريقة هادهteil تأكله طويلة بحال هاد الشكل هاده هانتوما حال هاده هاد يرى الصباغات بلا ما ادهروا الاشاراتد يرى صباغات الاطلس هيدي صباغة عادية هاده كتكون حال هادتك انا حاولت اني نقطع حال الجزء هاده ق loop improvis Probably No Man هادغة هاد، هاد يمكن تحصوها لهاد الزنك هاده بحال هكا الاداول اللي غادي نخدموه اما يكون عندكم مقص بحال هاده الاشجار هذا المقص عادي غير لي انه يقطعها في الزنكة بحال هكذا يقطعها غير شرمها بوحد شوي لانه هذي غير طيب او اللي عندو حال هذا المقص ممكن انه يخدم منشار يعني بحال هكا مثلا ويخدم منشار ادوات غير تخدمه مطرقة عادية وبانس عادي كما كان عندكم بانس وشي خشيبة بحال هذي الشكل هذا هذا باش تخدموها العملية ديال الطيب العملية هي كالتالي غادي تجيو هذي هي الزنكة اللي 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 لكم عليها غادي تشدو مثل هذي البنس او منشار وغادي تقفو القياس ديال هنا غادي تقول مثلا هنا كاينة واحد نقوله عشرة سنتيم غا تحيدو واحد جوز سنتيم من هنا و جوز سنتيم من هنا وكيماشي غا تمشيو بها كاملة غادي غايت تشرموها احد هنا يعني وهذه الشرمة غادي تكون تقريبا فيها واحد نقوله جوز سنتيم هكا صفي هانتومك يمكنك تشوف الجهر اخرى اخرى من الطرف الاخر جوز سنتيم هكا وتحلوها اخرى من الجانب الاخر جانب اخر تحلوه اخرى جوز سنتيم هكا 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 انا كتشوفوني كان الشاغل بحيرة فيه هادشي يعني بحكم الخدمة ديالي ولكنتوما تقدروا تديروا منشار او اي اداة انتوما او اشريا غير تحايد واحد جوج المينيمترات وحداري عندكم من الجروح انا راني بحكم الخدمة ديالي راني ميكانيسيا كان نخدم هادشي يعني كيبالي سهل ولكنتوما حاولوا انكم تخدموا بحدر هانتوما تحايدوا واحد المورسو صغور اهنايا يعني هنه سمودرنا انا باش مني غادي تجيول العملي ديالطي غادي تجيبهم قضية سهلة هانتوما هانتوما تحصلوا على بحال هاد الاجزاء هاك هاك تمو غادي تديروا غادي تجيبوا الخشبة اللي كلكم غادي تخدموها غشبة عادية او اي حاجة غادي تخدموها ومشي ميطراقب حال هادي باش جيكم قضية سهلة اسمو غادي تديروا غادي تحطوها بحال هكا 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 اولا غادي تعوجوا واحد شوية بعدها هكا 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 يعني بحالي غادي تجي شوية دائرية هكا لاحظوا ان اسمو القينا القينا هاد الشكل هادا هاد شكل هادا هاد يا راكت تكون اه خاكت تعوجوا لي بليد يعني تقدروا تخدمو بها بواحد سلاسة ماشي ماشي تصعبوه هاد بهنايا هاد طي هادا هاد طي هادا اسمو غادي يوقع ان هاد هاد الطرف هاد الدخلاني هوا اللي غا تعوجوه اللوي وغا تصدو عليه هاد الجوانب هاكا انتمو لاحظو ان الشكل بدك يتساضح لكم و هاد هاد المرسويات هادو تتنيهم هكا و هكا 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 بها الطريقة بمطرقة حاولو انكم غايت شوية هاد الشي ضغط هكا بدك الشي بسيط ماشي شي حاجة صعيبة و هاد الطرف هادا هادا هو اللي غادي تتنيوه بهذا الطريقة وعليش غادي تتنيوه لان هو باش غادي تصدو به هاد الطريقة هكا انتمو باش ميتحلش انه بحالي لكم شكل ديال ريفي انكم ريفيتوا تصوفو طريقة كيفاش دايرة انتمو كيوليه كأنه مجرد او مجور ديال الحيوانات انتمو كذلك في جهة الاخرى ديما الواسط هو اللوول هكا من بعد تصدو عليه بوحط طريقة هكا تصدو منا و منا انتمو هكا تصدو كيفاش دايرة و غادي تتنيوه هكا بهذا الطريقة هكا و غادي تتنيوه هاد الشكل طريقة ساهلة و بسيطة بسيطة بزيف دبا حصلنا على هاد الشكل حال هكا هكا كيفان لكم تقريبا مكتمي بسيط 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 لغاية ولكن كي نوح القادية هاد الشكل اللي درنا هنا هيا شوفو هنا هاد العلاقات اللي غادي نعلق بهم كيفاش غاد ينخذر هن غادي تجيو اللي هنا ها الطريقة نسمى نحيدة الخشبة هكا 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 تقريبا نقولوا واحد سنتيم ولا سنتيم ونص ولا اللي يبغيتوا هدي غيع اللاقة ماشي شي حاجاتش لباشي شي كدرها مكتامين وهنا فيما درتوها يعني درتوها في الوسط ولا في الجنب ولا فيما درتوها أنتما شوفوا لاحظة معي الناس مو درنا هنا أنتما الجانب الآخر عاود هكا صافي يعني كتجي العلافة هي دي أنا نمثلها لكم هكا مثلا ادوى السلك هنالسلك دي دي لكا جوه هاده كاتجي كتتحب في هات طارقة يعني شوفوا كي باش كتدير كتجي وكتعلقوها بهات طارقة هكا هكا صافيكتبخش معلقها وهنا يا تقدر تعمروها باش يعني بالخبز ولا بسي كاليم ولا اللي كان همدهما وهنا يا ههنا هادي من الأحسن ما تجيش هكا يعني باش يبقوا يطيحوا لهذا شيء هنا يطنيوها لوحد شوية لهكا هكا هكا صار فيوك تجيع اللافة كي يجي الأرنب وهذا مثلا كي يجي الأرنب وكي يحفلوا الأرجول دياله هكا هي يأكل منها وفي نفس الوقت هي ما غديش تطيح إنها هكا هها مع اللقاء وهنايا من الأحسن هاد 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 نيتكملوا تكيعو اليوم بحال هكا باش تفيكسها أكثر هانتوما طريقة سهلة هانتوما هاي اللافة أخرى والأطوال على حسب الزنكة هاد 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 القطيات بحال هاد الشكل هاد هاد على حسب يعني الطول دياله مثلا هاد هاد راه قبض هادي هادي راه كافية أنه يأكلوا فيها نقول واحد سسة الأرنب مزيان وقدرت ووجوج منهم وقدرت وحده فهد أنك يكون السلك طويل ديروا وحده هنا وحده هنا صافرها هادي راه هاد جوج راه مكافية تل 12 أرنب يعني راه مخدامين مئة بالمئة عندنا دير حلقة ديالنهار كنظرنا أن الحلقة راه حصرية ان شاء الله لأنني خلطت ما بين الحرفة ديالي أو تربية الأرنب هادي يعني فكرة أنا بغيت نبينها لكم أنتما من قوتي بحال هادا أنتما ممكن أنكم تصوبوا على اللافة بعد طريقة جميلة أنتما العلاقات ديالها هما هما كنتشوفوا كتجي غير السلك وتعلقها هكا كيجي الأرنبية كل منها أنتما طريقة بسيطة وراها بصيفر ديرهم يعني يخصون غير أدوات اللي غادي تخدموا بهم ولكن الظنكة ممكن أنكم تجيبوها من قوتيات ديال قوتي ديال الحليب ولا ديال السباغة ولا أي قوتي إذن 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 العلافة ديالنها هي وجدة العلافة جميلة بوحد المنظر آنيق هنتم كيما كتشوفو غيب قوتي ديال السباغة درغي ديال السباغة طي هنتم كيما كتشوفو ما معمرو ما غدي تحل معمرو ما يتحل لأنه هانتم موخاء ديالليدرت ما غديش دير ما غديش تحل هنا غدي نعلقها لهم غديتشوفو الطريقة كيفاش كي يأكلوا منها هانتم هنيا هد السلك هيدا هاتقدر تحطوها في النبو اللي بغيتو يعني إما هنا إما هنا إما هنا إما هنا لحسب الطول ديالالالعانيق احنا اختارت هده هده النبو هدا كيفشوفو الطريقة باشقدي غدينعلقها بسيطة بسيطة هانتم ما كتكيوع لهنيا وتكيوع لهنيا هامة هانتم اسم ما غدينغير غدينعمار هايجون بسيكالين سنحو لي سنعمرها لهم بالسكالي سنرى تبارك الله وجاء كيشمشن فيها وهو كي يكن منها تبارك الله يعني علاك هذي أول مرارة حصرية على الحلقة ديالي لأنه فرحان بزاك لأنها بحقيقة كنت كان لدي صعوبات ومشاكل لأنها على حسب لأنها لا يأكل منها تبارك الله سوف يأكلون موالوا الحمد لله هذه الطريقة فرحان بزاك لأنني وريتها لكم لأنها كنت عندي صعوبات كنت أضعهم مع الأم وكانوا يمشي وكانوا يأكلوا معها في العلافة وكانوا يرونجيوها وما يبقى يأكلوا مزيان ولمشي ديت لهم غيطة أصب حلاك وعمرتها لهم بالسيكالي كيبقوا يطلعوا فوق منها وكيبقوا يزبلوا حشاكم وكيبقوا يضيعوا السيكالي أما بهالطريقة هذي أنتوما أنتوما الطريقة اللي بغيتو يعني أنا يعني فرحان بزاك الحمد لله لأننا وصلت لكم هذي الفكرة هذي أنتوما شوفهم الجهة أخرى أنتوما علافة بسيطة كيبقوا منها وفعالة للغاية وكيأكل منها الخمص هنج جاية جد الفم دياله تقدر تعليوها تقدر تنزلوها على حسب العمر ديالهم كيبقوا كيبقوا انتوما كيبقوا ما علافة بسيطة من بسيفر ديالهم سيفر ديالهم كيبقوا أنتوما سبق الله رهات أرام كيأكلوا منها بكل سهولة ما يوسخوها موالو ونقيوها واحد شوية وغسلوها واحد شوية على حسب السبغة اللي فيها ولا هذي وأي زنكة أنكم رهات أخدامة مشي بالضروري أنه يكون شيء زنكة جديدة ولا نقية إلا غيزنكة أنه وردتك بطريقة بطي ساهلا توجدوها في خمس دقائق إذا الحلقة ديالنا هي هذي سندونا قناة جميلة نفرحان لأنني كان وصفكم مثل هذه المعلومات قناة جميلة وغادية إن شاء الله بدعم ديالكم الناس اللي بغاوي إنين هضرب باللغة العربية أنا كان نظن أن هذا الفيديو هذا أو خاي يشوفوه يعني بالحركات أنه غادي يفهمو الميصات اللي بطلهم لكي بشدير سندونا تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد وسندونا بزر جم إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله